عليه التوقف عن هجماته نيابة عن إيران تحذير أمريكي للحوثي من الاستمرار في أعماله الحربية جاء التحذير على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصف العمليات الحوثية ضد الرياض بالاستفزازية وغير المقبولة والتي تهدف فقط تحقيق مصلحة طهران لم تكن هذه الدعوة الأمريكية الأولى للحوثي لوقف هجماته فقد سبق أن حذرته واشنطن أكثر من مرة لكن هذه الدعوة أتت بعد الأزمة المشتعلة بين إيران وواشنطن بسبب إسقاط طهران طائرة أمريكية بدون طيار الأمر المثير للانتباه بالنسبة لمراقبين هو توقف تعامل واشنطن مع الحوثي عند سياسة التحذير دون حتى التلويح بفرض عقوبات عليه كما تفعل مع طهران بل إن مايك بومبيو اكتفى بدعوة الحوثي إلى الانخراط بالعملية السياسية والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد تاتي التحذيرات الأمريكية لميليشيا الحوثي مع إعلان السعودية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت في طريقها إلى خميس مشيطة في الوقت الذي دعت فيه الميليشيا تنفيذ عملية هجومية على مطاري أبهى وجيزان بالتزامن مع شنها قصفا مدفعيا على مواقع عسكرية للحكومة والتحالف شرق وجنوب مدينة الحديدة يظل الأمر المثير للاستغراب أنه في الوقت الذي تكثف فيه ميليشيا الحوثي من هجماتها ضد السعودية وتواصل عملياتها الحربية ضد المدنيين تكتفل إدارة الأمريكية بالتحذير بينما تحتفظ السعودية بحق الرد ترجمة نانسي قنقر